أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهداء بالقاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه وعليهم أجمعين السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر الإمام المهدي المنتظر جلالله تعالى رجو الشريف والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته موضوع الحديث تأملات في أدعية الأشهر الثلاثة وعنوان الحديث ولا تخزني بمعصيتك في زيارة سيد الشهداء عليه السلام في ليلة النصف من شعبال نجد هذه العبارات ولا تجعلني أخيب وفدك وزوار ابن نبيك وأعذني من الفقر ومن مواقف الخزي في الدنيا والآخرة واصرف عني شر الدنيا والآخرة وقلبني مفلحا منجحا إلى آخر الفقرات أيضا الفيض الكشاني ينقل في كتابه الشهير المعروف الوافي عن الشيخ الطوصي في التهذيب إذا ناب الزائر عن غيره واحد رأى زيارة وبده ينوب عن غيره وبده يزور عن غيره ومستحب أن يقول سيادة معينة ورد فيها اللهم صلي على محمد وآل محمد وأعذر للي عمزور عنه من هول المطلع ومن فزع يوم القيامة وسوء المنقلب ومن ظلمة القبر ووحشته ومن مواقف الخزي في الدنيا والآخرة هنا أنا أحاول خصوصا لأعزاء الشباب وللمعلمين بشكل خاص هذا الكلام كله مناهج تربوية وكل المناهج التربوية المعتمدة بالمدارس حتى الإسلامية الجامعة ما له علاقة بالمناهج الإسلامية أكثر كتب الثقافة التفقيف الإسلامي ما له علاقة بالمنهج التربو والإسلام المنهج التربو في الإسلام هذه الأعمال العبادية التي تقوم على الآية والرواية والدعاء والزيارة المنهج التربو نحن بدنا نربي أنفسنا ورب ولادنا على هذا الأساس حتى نعرف مدى نفوذ الغزو الثقافي وتغلغله حتى في الحوزات الدينية إذا أمر مرعب جدا وينبغي التنبه له كل شيخ بتشوفه بحارب الأمور العبادية هو متفرنج ممسوخ لكن لا يشعر قد يكون مخلص أكثر منه فواجبنا مش أنه والله نكفره أو لا واجبنا نحكي معه التي هي أحسن لكن هذه الخصوصيات إذا ضل الإنسان على علاقة بها دائما سيبنى بناء مختلفة هذا ممكن أن يزكى طبعا بين قوسائهم بالإسلام مع أننا نحن تربية تربية مفهوم بيشمل الإنسان والحيوان الحيوان يتربى والإنسان يتربى بس الحيوان لا يتزكى قد أفلح من؟ تزكى زكاها أو تزكى اللهم صلي على محمد وعلي محمد وأعظه من هول المطلع ومن فزع يوم القيامة وسوء المنقلب ومن ظلمة القبر ووحشته ومن مواقف الخزي في الدنيا والآخرة سأذكر ذكرين مهمين إذا واحد بواضب عليهم يكفيه الله عز وجل ويقيه الخزي الروايتين عن الإمام الأولى عن الإمام الباقر سأذنته على أبي جعفر والتاني أيضا عنه سلام الله الروايتين عن الإمام الباقر عليه السلام ورواية الثانية أحد العلماء يصرح أنها صحيحة السند الرواية الأولى هكذا أبو حمزة ثمالي ما غيره صاحب دعاء السحر اللي علم الإمام السجاد دعاء السحر يقول استأذنته على أبي جعفر عليه السلام من الإمام الباقر السلام ورواية الأولى فخرج إلي وشفتاه تتحركان فقلت له مثلا جعلت في ذاك علمني ما تقول قال أفطنت لذلك يا ثمالي يعني ما عنده قول بطريقة مش أنه ممكن يلتفت يعني مش أكيد ممكن يلتفت احتمال يلتفت ويرد قلت نعم جعلت في ذاك قال إني والله تكلمت بكلام ما تكلم به أحد قط إلا كفاء الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته قلت له أخبرني به قال نعم من قال حين يخرج من منزله بسم الله رجع بأكد هاي المناهج التربوي هاي مفردات المناهج التربوي الديني أنه إذا بدك تبدي بالأكل تقول بسم الله الرحمن الرحيم إذا بأكد تشرب تقول كذا هاي التربية الإسلامية كل الأمور اللي ما إلي علاء بالأية والروية ما إلي علاء بالتربية إطلاقا بسم الله حسبي الله توكلت على الله اللهم إني أسألك خير أموري كلها وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة كفاء الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته هذا الذكر كل ما خرج من البيت يقول هذا الذكر شو هو بسم الله حسبي الله توكلت على الله اللهم إني أسألك خير أموري كلها وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة النتيجة شو؟ كفاء الله الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته الذكر الثاني أيضا كما تقدم عن أبي جعفر عليه السلام قال قل النتيجة شدوا ما عملوا ما عملوا حاضراً المواد الثقافية الغربية والأمور المادية والتاريخ وجغرافيا ومدرش حتى منطق وأصوله وكل الأمر ما فيها دينة ما فيها تزكي تكون النتيجة أنه يبتعد عن المنهج الغيبي أصلاً الإيمان بالغيب يضعف فيه ويصبح من أبناء الدنيا تدريجية حتى إذا كان عمل حاله شايف وعم يدرس بالأخلاق إذا ابتعد عن هذه الأمور بالتدريج يضعف فيه الإيمان بالغيب هذا المرض الأكثر انتشاراً الآن في العالم مرض وعف الإيمان بالغيب روي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال عباد الله زنوا أنفسكم من قبل أن توزنوا وحاسبوها من قبل أن تحاسبوا وتنفسوا قبل ضيق الخناق وانقادوا قبل عنف السياق وأعلموا وأعلموا أنه من لم يعن على نفسه حتى يكون له منها واعظ وزاجر لم يكن له من غيرها لا زاجر ولا واعظ أختم ببعض الفقرات لالعارف الكبير الفقيه النوعي المجهول القدر في جانب العرفان والتزكي الشهيد الثاني رضاهم الله تعالى عليه هذا العالم الجليل من طلوسة مقارن طلوسة وكان ساكن بجباعه ودرس بالمرس النوري وبعلبك اللي هي مقابل ألعة بعلبك في بقاياها درس الفقر على المذاهب الأربع وراه على مصر والآخر والسشهد أخيرا في توركيا رضا الله تعالى عليه من الكتب المهم جدا لازم يقراها كل مؤمن يدرسها مش بس يقراها كتاب أسرار الصلاة أو ما يتحدث فيه عن محاسبة النفس أو منية أداب المريد في أداب المفيد والمستفيد أداب طلب العلم إلى غير ذلك من الكتب العظيمة طبعا غير الأبحاث الفقهية المعمقة جدا شرح اللمع أو غيرها يتحدث عن محاسبة النفس يقول قال صلى الله عليه وآله ينبغي للعاقل أن يكون له أربع ساعات ساعة يحاسب فيها نفسه إلى آخر الحديث هو عم يحكي عن المحاسبة يقول ولما كانت محاسبة الشريك الشريكة هو عبارة عن النظر في رأس المال إذا واحد بدي يحاسب شريكه شو بيسه وبلده برأس المال أو في الربح أو الخسران ليتبين له الزيادة من النقصة فإذا واحد بدي يحاسب نفسه عشو بدي يحاسبه شو رأس المال فكذلك رأس مال العبد في دينه الفرائض صلوات الواجب الأحكام الشرعية الأمور الواجب المفروضة الفرائض فكذلك رأس مال العبد في دينه الفرائض وربحه النوافل والفضائل وخسرانه المعاصي اللي بدي يحاسب نفسه بدي يحاسبه عن رأس المال شو موقفك من الفرائض بدي يحاسبه عن ربح النوافل والفضائل الفضائل يعني مثلاً انه صادر انه أمين يفي بالوعد انه عنده صبر مش انه حرورقه وإيده للضرب وإلى آخره أو الصرخة هذا مش فضيله طيب ماشي أول سنة بعد الشباب مثلاً صار عمره 25 سنة لا امتا لا امتا لا امتا شو ظل هيك الفضيله وين اللهم يعننا على أنفسنا بس على الأقل خلينا نطلب خلينا نستجدي منه سبحانه وتعالى الشيح سين قل الهمدان اللي سنح سيد القائد يمدحه كثيراً يقول عليك بالاستجداء استجداء اطلب منه عزيزي انا لا استحق اطلب ما ليسه لي لكن انت اكرم الاكرمين والخسران المعاصي يقول وموسم هذه التجارة جملة النهار مش انه بعض المرات قبل ما تنام يعني مش قول كل نهار بالدنيا مش قبل ما تنام بظل عندك مجال فيه بعد رمى موسم المحاسب كل النهار عطول يعني وحتى بالله المدان فيئ الإنسان ومعامله مع مين عم يتعامل نفس الأمارة بالسوء اذا واحد عم يحاسب شخص وبيعرفو شرس بيعرفو بتعب فبشد انتباهه منيح وبيدقق منيح اذا ما معه حاسبي بيجيب حاسبي اذا ما معه فواتير بده يصير حكي حولها بروح يجيبها بروح يدقق بالسوء قديش حق الفواتير حتى يعرف كيف بده يحاسب فالنفس الأمارة بالسوء كيف بده ننتبههم بيحاسبتها لاحظوا هون انه هاي المحاسبة هاي المحاسبة هاي منهج دربة وإسلامي مش موجود بالدنيا كلها ها مش موجود واساس الحساب اللي هو الرادع الداخلي العرض على الله عز وجل الحساب في يوم القيامة هذا مش موجود عند الماديين ولا موجود عند المتدينين اللي ما منتبهين لإمام بالغيب بقوة فليحاسبها على الفرائض أولا يحاسب واحد نفسه على الفرائض أولا شو الهدف من الحساب أن لا يكون من أهل الخزي في يوم القيامة فإن أدتها على وجهها شكر الله تعالى على ذلك ورغبها في مثلها وإن قوت وإن فوتتها طالبها بالقوة راحت عليه صلاة الصبح ما أخرها إذا بقدر واحد بيقدر بس فيه يصليها مباشرة ما بيقدر بنفس اليوم ما يخليها تروح لأنه وصلت تتراكع مع مفتح طريق لكثرة الصلاة المقضية بعدها مصير حبق عليه بعدها كثير من الأمور ممكن يعطاها لكن مع وقف التنفيذ لأنه عليه صلاة يطلو أحد إلك عليه دينة وعم يطلب منك أنك تعطيه تعطيه بس مش كثير لأنه خليه سد الماضي فإن أدتها على وجهها كذا وإن فوتتها طالبها بالقوة وإن أدتها ناقصة كلفها الجبران بالنوافل إذا أدت الصلاة بسرعة بدون تعقيباته مدرشوه يلزمها بالنوافل مش عم بيصلي نوافل طب يبدي هلأ بركعة الغتيرة وركعتها الغتيرة بعد صلاة الأشياء من جلوس يبدي فيها هذه البذرة الله بنميله إياها بعدها يصلي مثلا نفلة المغرب ممكن بعد شهرين ثلاثة بعدها والله الغفيلة مع نفلة المغرب وإن ارتكبت معصية تنهى النفس الأمارة عقبها وعذبها ليستوفي عذبها يعني بيقدبها بعقبها مثلا اليوم بدي صوم لأنني عرضت لحفلة غيب الثاني يوم بدي صوم ليستوفي منها ما يتدارك به كما يصنع التاجر بالشريكه وكما أنه يفتش في حساب الدنيا عن الدرهم والقراط من اللي عم يحكي؟ الشهيد الثاني رضا الله عليه حتى لا يغبن في شيء منها فأولى أن يتقي غبن النفس ومكرها فإنها خداعة مكارة فليطالبها أولاً بتصحيح الجواب عن جميع ما يتكلم به طول نهاره وليكلف نفسه في الخلوة ما يتولاه غيره في صعيد يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ويفضحه بينه الهدف من الحساب شو؟ بدي يحاسب نفسه واحدنا بطريقة بالدنيا متل ما رح يتحاسب إذا ما تاب وحاسب حاله هون بدي يتحاسب هناك ويفضح على رؤوس الأشهاد بيحكي مع نفسه هون متل ما الملك رح يحكي معه يوم القيامة يا خائن يا غادر الملك كيف بيحكي بيعنده نص الشهيدة نص آخر بكتاب أسرار الصلاة هذا اللي بيعتبره أنه خلاصة الدرس خلاصة هذا الحديث يقول في أسرار الصلاة عم يحكي عن حضور القلب في الصلاة بيجيب نموذج أنه المرائي اللي بيستعمل الرياء ماذا يقال له في أرض القيام؟ أنه لما بيتعرض للفضيحة الكبرى وللخزي شو بينه هذا اللي كان يرائي في الصلاة يقول إن كان المنافي للصلاة من قبيل المفسدات يعني الرياء يفسد الصلاة يبطل الصلاة فالعلاج النافع فيما ينافي الإخلاص هو التفكر في ضرر الرياء وما يفوت بسببه من صلاة القلب إلى أن يقول أن يفكر هل عنده رياء بصلاة يفكر لما سيتعرض له في الآخرة ما يتعرض له من الأقاب العظيم والمقت الشديد والخزي الظاهر حيث ينادى على رؤوس الأشهاد والعباد من هذا المرائي في الصلاة يصلع يد الناس مش قربة إلى الله ينادى أو المرائي مرائي بشكل عام بيعمل العمل رياء هذا الشغل مثلاً عنه تصدى رياء والعياذ بالله طوان حتى بزمان النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اللي استشهد ليقال عنه أنه شهيد مرائي هذا المرائي شو بنعمل يوم القيامية وما يتعرض له من العقاب العظيم والمقت الشديد والخزي الظاهر حيث ينادى على رؤوس ينادى به على رؤوس الأشهاد والعباد يا فاجر يا غادر يا مرائي من الموجودين كل الخلاء من الأولين والآخرين الأنبياء سيد النبيين الأولياء المعضى عمروا عن بأوليا زهراء يعني بذلك طالب يا عمر المنين وأنه عساس النشيع ومؤمن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ليك المرائيين فنزع كل الشغل يا فاجر يا غادر يا مرائي أما استحيت إذ اشتريت بطاعة الله تعالى عرض الدنيا راقبت قلوب العباد واستهزأت بطاعة الله تعالى وتحببت إلى العباد بالتبغض إلى الله وتزينت لهم بالشين عند الله تعالى وتقربت إليهم بالبعد من الله تعالى وتحمدت إليهم بالتذمم يعني بالمذم عند الله وتربت رضاهم بالتعرض لسخط الله تعالى هل كان عندك أما كان أهون عليك من الله أنه ما لقيت حتى تستهين فيه الأد إلا الله عز وجل يعني جعلته أهون الناظرين إليك كما في دعاء السحارة إله لا لأنك أهون الناظرين إليه وأخف المطلعين عليه السيد المرائي جعل الله أخف وأهون المطلعين عليه لأنه إذا يجى واحد مثلا شخص هيك بأمده يتصرف بأخلاق هو عم بعيد عمرته أولاده يجى واحد لا يا بابا أنا مش عصدي هيك هذا رياء هذا رياء هذا جهنم هذا خروج من الدين إذا أقام عليه الإنسان يعني مش موحد مش رخ هذا من الذين قال فيهم تعالى لا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهو مش هذا الأمر كنحطه قدامنا المفهوم مفهوم أن يمضي الإنسان عمره وهو يطلب السترة والعافية وأن لا يتعرض الخزي وننتبه أننا في آخر شهر شعبان واجبنا محدد ضمن برنامج من الإمام الرضا سلام الله عليه ذكرت بأحد السابق مراحي كل البنود 12 بند الإمام الرضا عليه السلام خليهم لآخر جمعة من شهر شعبان عنوانهم فتدارك فيما بقي منه من شهر شعبان تقصيرك فيما مضى منه وتب إلى الله محل الشهد اللي بتذكره الآن وتب إلى الله من ذنوبك التوبة تجديد التوبة قبل دخول شهر رمضان ليقبل شهر الله إليك وأنت مخلص لله عز وجل واتق الله أنا عن جد متقي إيانا أن تأخذنا العز بالنسبة أنه يا شيخنا اتقي الله يقول عليه مثلي وقالوا هذا الله عز وجل بإله للنبي صلى الله عليه وعلي يا أيها النبي اتقي الله هي بترجى في الله لأنه قد ما تكون التقوى درجات سيد الأولين والآخرين بالتقوى الله عز وجل عن بإله أنا إذا واحد يريد إلي إتقي الله بدي أعتبر ليش بإلي هيك مثلي وقالوا هذا والعياذ بالله خلينا بآخر شعبان أنا وأنت اللهم معنا على أنفسنا خلينا نطبق مش بس الكلام أنه هل أنا متقي شو المتقي؟ المتقي الذي يقرر أن لا يقع في معصية عن عمد يقع زلة قدم هو ما يناوي أنه يقع بمعصية أبدا لكن لأن غير المعصومين الأرواق عشر مش معصومين يقع في الخطر لكن زلة قدم بدون سابق مش عن سابق عمد وأسرار المتقي هو الذي لا يقع في ذنب عن سابق عمد وأسرار فإذا اكتشفت أنه أنا عادة والله معصب من المسألة الفلانية وقد أخرج عن طوري وأؤذي الآخر أو أرد عليه بأكثر مما سببه أو إذا اكتشفت والعياذ بالله أنه في شخص أو أشخاص بمجرد أنا أذكرهم سأغتابهم معناها في قرار بالإقامة على محرمات أو مثلا عادة أنا بشوف التلفزيون بس بتمر مشاهد خليعة كذا بتأملها حرام هذا وأنا مقيم عليه بعض مرات ممكن أنا حصيري نظر أنه ما أصيره أي طالبة أو مثلا والله أخذ جيبينها أنه هي بدأت تكون بقناة إسلامية من آل أنه والله في فتوى إذا كان هذا المرشو الكريم اللي ما بيظهر اللون وكذا بيجوز بحطه أكثر من هك هذا إقامة على حرام يعني مش متقيين هون أو مثلا والله الشيخ بيذكر الرواية وقال رسول الله هو مش متأكد من هذا وبينتبه أنه يعني أنه الكذب قد يكون كذب هذا يقول رغي عن رسول الله صح بس إذا التفت ممكن واحد يقوله مش ملتفت ما علي شيء لكن إذا التفت وظل يصر هيك بيكون عميك ذلك يفتري على الله ورسوله بعد بعد واتق الله وتوكل عليه في سر أمرك وعلى نيتك وما يتوكل على الله هو حسبه وأكثر من أن تقول فيما بقي من هذا الشهر إذا يكون الورد الذي نركز عليه اللهم إن لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه فإن الله تبارك وتعالى يعتق في هذا الشهر رقابا من النار لحرمة شهر رمضان اللهم من علينا بما أنت أهله بالسهراء وأبيها وبعلها ومنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمة الله رحمة الله رحمة الله رحمة الله بك حانات المعارض حانات المعارض حانات المعارض عانات العالم والفغيلا شكرا